فما في حيب تخليني اشتغل في جيدة الهلال كتبتها حاجات أخبار صغيرة صغيرة كده كتبتها معدة كبيرة عن طارق سيكاف وبطولاته فقلتها انه يعني في عدد من الاندية الكبيرة في منطقة شرق وصفريغيا سيمب التنزاني وذكرتها والنريخ السوداني ودخلت لي تم بل وكان مزاجين انه أنا أدخل لأولاد الكيجي بتاعنا الروضة وأقعد معاهم في الأرض وألعب معاهم وكده كانت بالصف ليزيهني لأنه ضغوط العمل أنا ما شعبتي شعبتي جدا لكن رأس المال في البدايات يعني عمل كبير وضخم أنا طبعا ما شد بدأت بالتدرج والبداية ما كانت محتاجة للرأس مال كبير يعني إنشاء صحيفة رياضية وقتها ما بكام بكلف كوروش كثير يعني ولا تلمست على يدهم في الصحافة والله يعني حاستفيدنا من زملاء علاميين هلالاء بكاتلهم أسماء كبيرة يعني زي أستاذنا حسن عز الدين وزي محمد أحمد دسوقي رحمة الله عليهما ودعامنا مع كل الصحفيين حتى معجب كتاب الصلاح يدريس في عدد من الصلاح أنا بعتبره أفضل كاتب هلالي جمال الوالي دا وزارة عاجتماعية قايمة بحال كان لكن دار أقول إنه أنا ظهوري في المريخ ما أبدأ مع جمال الوالي جمال الوالي أصبح رئيسا لناد المريخ في العام 2003 فما كنت محتاج يعني لإدارة عشان ما يسنني ولا يرفعني ولا كده طيب الاتهامات دي شنو والله ما لكل نجاح أعداء يعني لسلا الأعداء النجاح بيقلب العداء فالناس ما بيحسدوا زول السجمان الفاشل موسيقى